بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد ورد إلينا هذا السؤال ما حكم من عجز عن دفع فدية الصيام لتعسره بسبب الوباء العام وللإجابة على هذا السؤال نقول لقد اختلف السادة الفقهاء في لزوم الفدية على الشيخ الكبير والمرأة العجوز إذا لم يستطيع الصوم فذهب جمهور الفقهاء من السادة الحنفية والحنابلة وهو أحد القولين عند السادة الشافعية إلى وجوب الفدية عليهما أما السادة المالكية فقد ذهبوا إلى استحبابها على أن نشير هنا إلى أن القول بوجوب الفدية إنما هو في حالة تيسر إخراجها فإذا لم يتيسر إخراجها لفطر أو إعسار سقطت عنه ولا تلزم وعليه أن يستغفر الله تعالى ونحن إذا نظرنا إلى الحالة العامة التي تتعلق بوباء كورونا إذا كان انتشار وباء فيروس كورونا قد تسبب في تعذر الحالة المادية لبعض الناس خاصة الذين يكتسبون قوت يومهم على قدر عملهم في اليوم والليلة وتعسروا في ظل هذه الظروف أن يقوموا بقضاء حاجيتهم من المأكل والمشرب والملبس والعلاج وغير ذلك وكذلك ما وجب عليهم من فدية الصيام فنقول أن من عجز عنها فهو قد سقطت عنه لأن الأحكام الشرعية إنما أنيطت بالاستطاعة فمن عجز عن هذه الفدية لم يكن مكلفا بها وقد قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وبناء على ذلك فإذا كان المسلم كبيرا في السن بحيث لا يقوى على الصيام أو أنه تلحق مشقة شديدة أو تضرر وقد نصحه الطبيب بعدم الصوم وكان مع ذلك متعذرا ماديا بسبب ما تمر به البلاد من انتشار فيروس كورونا فنقول إنها هنا أي الفدية تسقط في حقه حينئذ ولا تلزمه لأنها إنما وجبت على القادر المتيسر لا على العاجز المتعسر نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم موسيقى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة